تردوا الى هنا قصرا بعد هدم بيوتهم ومضاربهم واليوم يواجهون ذات المصير الاستبدادي فلم يكن ترحال عرب الجهالين هذه المرة طلبا للرزق او اية علاقة لها بظروف الطبيعة او تضاريسها بل كان السبب هو من اعتدى على الارض واغتصبها سيادنا كانوا في النقاب في عراد ومنطقة تل عراد فارغموهم على الرحيل من هذه المنطقة في الثمانية واربعين شردوا على منطقة الخليل ومنطقة الخان الاحمر واريحة الان بيرحلونا بعد حوالي اربعين او خمسين او ستين عام نفس المسلسل يكرر نفسه انه بدهم يرحلونا من اراضي العزري وابو ديس والخان الاحمر واريحة ولكن هذا الشيء لا يمكن يحصل هنا شرق المدينة المقدسة وعلى مقربة من بلدة العزرية وفي بطون هذه الجبال المقدسية يقطن بدو الجهالين وعلى الجهة الاخرى ايضا يغتصب الارض احتلال ومستوطنوه اختارات وقف بناء تسلمتها العائلات هنا لتحجيم اي نمو ديمغرافي او امتداد جغرافي اجاءنا التنظيم بيت ايل وسلمنا بحدود 22 عائلة اختارات باخلاء المنطقة وممنوع البناء فيها وقالوا في اللجنة بتجتمع في بيت ايل بتتخذ قرار اما هدم الخشبية تبعاتكم واما اخلاءكم من المنطقة او اعطائكم تعويض وتخلوا المنطقة انا عندي اربع خمس اولاد يجوزهم وانا اروح ابني لهم هذا الشيء طبيعي اني انا ابني لهم جنبي ويسكنوا جنبي عشان نستمر في الحياة ترحيل البدوي للمرة الثانية والتضييق على حياتهم يأتي انسجاما مع مخطط توسيع ما تسمى بمستوطنة معلي ادميم والسيطرة على المنطقة برمتها والمسمى ايوان فلسطين ارضي ووطني ودمي ولحم عرضي اذا بدوا يعطيني ارض بديل رجعني على ارضي في النقاب انا مستعد من الصبح اختملوا بالعشرة رجعني على منطقة عراض منطقة النقاب التبع اهلي وابوي سيدي في الثمانية واربعين انا برجع غيريك انا ما يمكن اتنازل لا يمكن محيط بيوتهم حوالها المستوطنون الى مكب للنفايات ومصدر افات صحية وخنق وتضييق على حياتهم بعدوانهم اغتصبوا الارض وعلى معاناة اصحاب الحق اقاموا مساكنهم وشيدوا مستوطناتهم وهنا ورغم بساطة خيامهم يتحدى عرب الجهالين المحتلوا وقراراته رافضين الترحيل والتهجير فكانوا هنا منذ البدايات وسيبقوا حتى النهايات من مضارب عرب الجهالين شرق المدينة المقدسة علي ضرعلي تلفزيون فلسطين